اشتركوا في القناة السيام له ركناً اولاً النية لخوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوا والنية تعني تأكد السخص بأن سيصمم خبل دخول الفجر اذا كان تسمم بعد الفجر فلا سيام له لخوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمه السيام خبل الفجر فلا سيام له ثانياً للمساق أن جميع المفترات من الفجر الى خروب السمس لخوله سبحانه وتعالى وكله وسرب عتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا السيام الى الليل ويجروا بنا ايها الاخوة ان نعلم ان السيام لا يعني مجرد عدم الاكل وصر فهو يعني اتناب المحفورات وعدم الوقوع في المحرمات فرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس السيام من الاكل وسرب انما السيام من اللخ ورفس فان سأبك احد او جهل عليك فقل اني يمرء ساهم ويقول صلى الله عليه وسلم ايداً من لم يدخوا رسول والعمل به فليس لله حاجة في ان يدعى تعامه وسرب ويقول ايداً في حديث الاخر رب السائم ليس له من سيامه الا الجوع ورب خائم ليس له من قيامه الى السحر ايها الاخوة يجب ان يكون السيام وسيلة لتقوى الله ومراقبته وسيخنا خادم الرسول يقول في هذا سدد ثم السيام انتبه لم ينحصر في عدم الاكل فقط فيما اعتبر اسرب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجاعة فصوم ان يصوم كل عدو ان كل ما يفقید فتاً لصحو فلتمسكوا ان فكرة الى الحرام والمسي والسامح له مع الكلام وكل فكرة ردية كما تركتم اقلاً وصباً علم ربنا تقبل منا اعمالنا واقل عنا لعصرات وكفر عنا سيئتنا انك بجيب دعوت وكفر عنا سيئتنا انك بجيب دعوت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر